يا الله! سلام عليكم حياك الله سمعت حياك الله سسمعت الشيخ المهندس الجوات شمس الدين اللهم صلي الله يحفظكم لكن الله يsawكم سلّ على محمد باهل محمد اللهم صلي الله هكذا! والله استفسر انت أسمحونا لنا ايه! عفوا من علينا! عفوا!สلمut two سمعت شيخ سمعت معايا! سمعت شيخ ايه! سامحكم ماذا لو كنا نحن الاثنى عشرية موجودين وقت مباعة الصحابة للخليفة الأول ماذا كنا نفعل سمعت شيخ كنا سنبايع من عفوا عد السؤال عد السؤال لو نحن الامامية الاثنى عشرية أتباع آل البيت لو كنا موجودين وقت مباعة الصحابة للخليفة الأول عندهم نحن كنا سنبايع من وننصر من انا موالي موالي من مصر اسم رامي عيسى حياك الله من اي دولة عفوا من مصر من مصر متابعين لكم يقبرني قلبك يا سمحت الشيخ حياك الله الله حياك الله حياك لو نحن كنا نحن الموالين موجودين وقت مبيعة الصحابة للخليفة الاول عندهم كنا نحن سنبيع من وننصر من يعني عفوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح ومعروف حديث الغدير من كنت مولاه فاذا عليه مولاه حديث الغدير قبل الغدير في القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا يا شيخ انا عارف انت هتفكر فيه فانا بقولك احنا كنا سنبيع من سنبيع الله ورسوله والإمام علي علي السلام اللهم صل على محمد وآل محمد سماحت الشيخ المهندس جواد شمس الدين أقوى وأشجع من الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين وآل البيت وكان هيشق عصى المسلمين لأن الإمام علي حافظ على البيضة بنت الإسلام وانت هتغي تشق عصى المسلمين يا سمحت الشيخ المهندس تصدق بس يا سمحت الشيخ مش احنا بنقول الإمام علي بايع حفاظا على البيضة كنا نروح هنا نبايع الإمام علي ونشكل ونكسر البيضة ونسلجها ولا هنجليها منفاش سمحت الشيخ حتى كمان ما تعرفوش كتبكم يا سمحت الشيخ ها هو كتاب الكافي للشيخ الكوليني يا سمحت الشيخ بتدرسوا ايه في الحوزة بس في المجلد السامن صفحة 246 قالوا ودارت عليه مراحة وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير المؤمنين مقرهن فبايع حتى جاءوا به مقرهن فبايع يا سمحت الشيخ في كتاب الكافي المحمد بن يعقوب الكولين عفن هذا الكلام يحمل على عفن ما لك يا سمحت ايه اللي حصل لك يا سمحت الشيخ جواد بس الله يشرح صدرك للحق ايه اللي حصل لك ده مش الكافي بس ده وفي البحار وفي المستدرك وفي وسائل الشيعة وفي سلم بن بايع الإمام علي صلى الله عليه المقرهن وانت ما كنتش تعرف كده فاحنا بقى كنا هنقف مع مين نقف مع الإمام علي ونبايع مثلك اسمعني اللي قال لك اسمعني اسمعني يقبرني قلبك تفضل يا عسل اسمعني عفن لعطيك مثال صغير وبتدرج للمثال الكبير اتفضل حياك لو انت اجبرت اجبرت على ان تطلق زوجتك هل الطلاق صحيح؟ لو اجبرت الله اعلم مسألة فقهية ما ليش دعوة بيقول احنا عندنا القياس باطل البرقية في المحسن بس الإمام علم الزوجتي يا عم وانا طلق الإمام عيب اتكلام دوت يا سمحت الشيخ هو الإمام على طول مقره مقره كده هو كل حدا الإمام مقره عيب يا سمحت الشيخ ليه على طول مقره الإمام مقره ومنظره وحش اسمعني يا روحي اسمعني يا روحي ما تستعجل الله روحي روحي ده معاوية بتقوليش الكلمة دي حياك اللي سمحت اسمعني لو اقرهت على ان تطلق زوجتك هل يعتبر الطلاق صحيح؟ لا احسن 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 يمام علي عليه السلام الذي اخذ بنجاد سيفه واقره على ان يبايع هل مبايع صحيحة؟ الله اكبر كيف اقره وساحب ولاية تكونية؟ كيف اقره ومعصوم؟ كيف اقره ومنصب من قبل الله تبارك وتعالى؟ طيب للنبي لم يقره ويبايع مسيلم الكذاب ان النبي بس هو النبي في المدينة ومسيلم مثلا في اي مكان تاني بالله عليك يا سباح تشيخ بلاش بتعودوا اشتفق اقولنا في دماغكم دي واتطلعوا حاجات يا ام احنا عندنا قرآن والامام صاحب ولاية تكونية كيف نقره الامام؟ خارج يا الله خير بعدين بيحكي معك صارة متصف الله لعنى لا تعالى بس بالله عليك تعالى ده لسه اللي روحي وكان فيه كلام حلو او بحب بس من الكلام ده تفضل لسماع الشيخ قل لي انت لو كنت موجود بقى كنت هتباع مين؟ الامام علي ولا سيدنا؟ لا مش بعدين قل لي بس كنت هتباع من؟ بالله علي كنت هتباع مني سمحت الشيخ المهندس بيقولون من ان يسكل من ان يسكر تعالى بس يسمحت الشيخ الراوات سمحت الشيخ الراوات الخط مفتوح بالأذن سيد بالأذن منك بالأذن منك بالأذن معلش تعالى بس تعالя تعالى انت ابنوا انت ابنوا عفوا انت حضركم منتحل يسم مش منتحل يا ام سيبك من الانتحال أنا منتحل والامام مقره احنا جنون زي بعق effectively تعال بس للوقت يقول لك وتتبيع سيد حيدر الموسى واللي حطه انتي على الشاشة نعم ده سيد حيدر المساوي اسم الدلع ليه على الفيسبوك من عندي اسمين رمي عيسى على اليوتيوب وحيدر مساوي على الفيسبوك بالله عليك يا شيخ جواد انا النصيحة من مشفق عليك ده دين الشيعة فهو دين الباطل والله ده افا سكر الخط رجعنا المنتحل رجعنا انت قلت هتبايع مين ماذا لو انتم يا علماء الامامية الاثنى عشرية كنتوا موجودين وقت مبايعة علي لأبي بكر كنت هتبايعوا من كنت هتقول نعم يا امير المؤمنين نبايع كما بايعني ولا كنت هتعدوا تصبوا وتشتموا في أبي بكر رضي الله عنه ولا هنبايع علي وتشقوا عسى المسلمين لازم يهرب لازم قادات حزب الشيطان يهربوا لانه دين ضعيف دين مختلق من صنوع البشر كان معكم شيخ الشيعة شوفوا اكتب كده يا شيعة على اليوتيوب اسمه الشيخ المهندس جواد شمس الدين نسأل الله ان يأخذ بيده الى نور التوحيد ايها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي اعجاب وشارك الفيديو في اكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد